اشتركوا في القناة وانه عندنا يعني كأنه صار عندنا شيء زي العقدة احنا من العام تقريب ما فزنا فكنا محتاجين هذا الفوز ونقول يا رب انه بداية سكة الانتصارات وعدم توقف الانتصارات ان شاء الله اخر انتصار لكم كان امامها والانفز تماما وهذا بثنائية اه اللهم الحمد والله يشوف يعني اوشي هاردك للشقافي نادي ابها اه لكن اذا كانهم وجه خير علينا احنا مبسوطين يعني بالفوز الفريق اليوم ما قصر قدم مبارات كبيرة الشيء الجميل اليوم مو بس في الفوز انه ما استقبلنا اي هدف احنا من زمان ما طرعنا بكلينشيت هذا يعني يخلي الفرح فرحتين لكن الشيء المهم هو نفرح الساعات البسيطة هذه وبعدها مضاعف الجهد والعمل للمبارات الاتفاق ان شاء الله واش سر ظهوركم بهالمستوى اليوم؟ والله يا تبعا انت لو لحت مبارات كثيرة ترى احنا نكون قريبين من الفوز لكن الحظ العاثر احيانا فيها خطاب بسيطة اليوم الحمدلله توفقنا بالتركيز يعني قطول تسعين دقيقة وكذلك اللاعبين كانوا في يومهم الجمهور كان هو الدافع تماء الرئيسي اقول ارجع واقول للفوز وهذا قبل كشي توفيق من رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر بسألك عن الاسوية التعاونين تسألون حالين ايش الاخر مستجدات بخصوص الاسوية؟ والله انا مثلك ما عندي علم انا اللي اعرفه انه انه الان في الاستئناف عند الاتحاد رفعي استئناف واحنا ننتظر ردهم علينا فاحنا نقول ان شاء الله تعالى انه انه التعاون تعب في استخراج الرخصة الاسوية واعتقد انه ابسط حقوقه نيمثل المملكة في بطولة اسيا انباراتكم الجايهم على الاتفاق ان شاء الله فوز باذن الله الله عدتك العافية شكرا